في ملف الحر الليلة أيضا اكتسبت لهجة التصريحات التركية الأخيرة إزاء مصر نبرة ودية لأول مرة منذ توتر علاقات البلدين بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تصريحة تتحدث عن أهمية وضرورة التقارب مع مصر أما القاهرة فجانبت الحذر مع هذا الود المستجد إذ تراقب الدوائر الرسمية والإعلامية بتحفظ التصريحات التركية مؤكدة أنها تراقب الأفعال للأقوال نتابع معا الآن هذه المواقف في تقريرين لمراسلين من اسطنبول والقاهرة العلاقة مع مصر وضرورة تحسينها سيطرت في الفترة الأخيرة على التصريحات التركية سواء من الجانب الرسمي أو من جانب المعارضة وبلهجة هادئة تميل إلى الودية عبر الرئيس التركي عن إمكانية الحوار مع القاهرة وهو أمر مستجد في السياسة التركية اتجاه مصر التي حافظت على نبرة حادة منذ سبع سنوات مصر لاعب أساسي ومهم في البحر المتوسط واليوم تجد السياسة التركية أنها بحاجة لتحسين علاقتها مع مصر وزيادة عدد الأصدقاء في المنطقة والتخفيف من التوتر حزب الشعب الجمهوري المعارض حمل الرئيس التركي مسؤولية تدهور العلاقات مع مصر خلال السنوات الماضية كما طالب رئيس الوزراء السابق أحمد داود أغلو بإعادة العلاقات مع مصر والتشاور معها معتبرا أن سياسات أردوغان تركت تركيا وحيدة في شرق المتوسط أردوغان مجبر على إقامة علاقات دبلوماسية مع مصر من الضروري إقامة علاقات جيدة مع مصر دون المساومة على أي مصالح التصريحات التركية تكررت من عدة مسؤولين أتراك وشخصيات المعارضة الأمر الذي فسره مراقبون بأنه ربما يعني أن صفحة جديدة على وشك أن تفتح بين البلدين في الوقت التي تحتاج فيه أنقرة إلى أصدقاء إقليميين وهي تتعامل مع الأزمة وصراعات الغاز والحدود المائية في شرق المتوسط يعني بتصور أعتقد تصريحات التركية الأخيرة في بيت علاق في مصر هي من دون شك هي سياسية بالدرجة الأولى هناك تحديات لكل البلدين أنقرة والقاهرة فيما يتعلق بموضوع شرق المتوسط والملف الليبي بتصور أعتقد الأمور ليست بالسهولة خاصة إذا تحدثت عن أن هناك خلافات عميقة ما بين الطرفان هي أبعد من موضوع ليبيا من موضوع شرق المتوسط هناك خلافات داخلية فيما يتعلق بموضوع صدافة أنقرة للإخوان هنا في إسطنبول رغم الرسائل المبطنة التي أرسلتها تركيا مؤخرا إلى أن حالة التوتر بين القاهرة وأنقرة لا تزال قائمة مع خلافهما على عدة ملفات إقليمية راهنة وجهة النظر الرسمية المعلنة تتشابه مع وجهة نظر المعارضة بشأن التقارب مع مصر ورغم أن المواقف الثابتة المسببة للخلاف بين البلدين لم تتغير بعد إلا أن الرغبة التركية بالتقارب مع مصر أصبحت أوضح هنادي الخطيب الحرة إسطنبول تتابع مصر التغير في التصريحات التركية بخصوص فتح مسارات للحوار بين البلدين وزير الخارجية يقول إن القاهرة ترصد الأفعال للأقوال ما يعني أن القاهرة تنتظر تغييرا في الموقف التركي الذي حمل تصريحات سلبية وتدخلا في الشأن المصري كما يقول خبراء منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 يعني كانت هذه هي المواقف التركية فطبيعي أن تكون الاستجابة المصرية أن مصر تنتظر أن تكون هناك أفعال تعبر عن متغير في السلوك التركي وليس مجرد تعبيرات عابرة أو إشارات لأن هناك متغير في الموقف التكتيكي على مستوى الخطاب التركي فقط ليس أكثر ولا أقل من ذلك وفقا للقراءة المصرية ترغب تركيا في الحوار حول الصراعات الحالية في شرق المتوسط لكن الخلاف بين البلدين أكبر وأكثر تعقيدا فلكل البلدين أجندات ومصالح وتحالفات مختلفة ما يجعل نقاط الخلاف أكبر وأعمق من نقاط الاتفاق على الأقل في المدى المنظور كما يقول المراقبون مصر ضد العدوان التركي في شمال العراق ضد احتلال تركيا لشمال غرب سوريا كما أنها ضد التواجد العسكري التركي في ليبيا وكذلك هي تقف ضد السلوك التركي في شرق المتوسط بحثا عن الغاز والنفط في قاع البحر المتوسط سعي مصر للاستفادة من ثروات المتوسط من خلال منتدى غاز شرق المتوسط واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها القاهرة لقي معارضة تركية وتبقى أيضا ملفات مكافحة الإرهاب ودعم أنقرة للإخوان المسلمين والملف الليبي عوائق مهمة على طريق تحسين العلاقات بين البلدين سبع سنوات من العلاقات السياسية المتوترة قد لا يفلح معها مجرد تصريحات دبلوماسية لسيامة مع رؤى ومواقف متضاربة في العديد من القضايا بين مصر وتركيا وتبقى التحركات على الأرض كما يقول المراقبون هي الأهم في حسم مستقبل العلاقات بين البلدين هاشم منع الحرة القاهرة أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة مجد صبحي مستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك معنا وأيضا أرحب ضيفي من اسطنبول المحلل السياسي أكتاي يلمز أهلا بك معنا أبدأ معك ضيفي من القاهرة السيد مجد صبحي إلى أي مدى نتحدث عن إمكانية لحدوث تقارب فعلا بين أنقرة والقاهرة إذا ما نظرنا إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الحوار بين البلدين أمر ممكن الآن بالطبع الحوار أمر ممكن في الحقيقة لأنه ربما تقول الأمور إلى هذا الأمر لكن المهم في هذا الموضوع كما تقول القاهرة هو وحدوث تطورات حقيقية على أرضية صلبة يمكن انطلاق منها كما عشرتم في التقرير السابق هناك العديد من النقاط الخلافية بين القاهرة وأنقرة تتمثل في العراق وسوريا والتفاق ترسيم الحدود مع اليونان وأيضا في ليبيا وبالتالي كل هذه الأمور لا يمكن أن يتجاوز المنطق عليها بمجرد كلمات لابد من تحرك تركي واضح أيضا إلى جانب قضية مهمة للغاية وهي احتواء تركية واحتضان تركية لعناصر الإخوان المسلمين ووجود الدعاية الإعلامية المضادة للنظام المصري التي تنطلق من تركيا وربما سيد مجدي ما تحدث عنه وما قصدته القاهرة عندما قالت بأنها تراقب الأفعال وليس الأقوال يتبع الحالة الأمو القليلة حتى يمكن أن يكون الحوار مبنان على أسس واضحة تتعلق بحل الخلافات ما بين البلدين بناء على صيانة مصالح كل منهما في المنطقة أنتقل إلى ضيف من أستنبول المحلل السياسي أكتاي يلمز أهلا بك معنا سيد أكتاي يعني برأيك هل أصبح الوقت مناسبا الآن لعقد هذا التقارب والبدأ بهذه المرحلة ما بين تركيا ومصر تحية طيبة مساء الخير الوقت مناسب طبعا وتأخر كثيرا على مستوى الشخصي أنا من الذين كنت دائما أدعي إلى تحسين العلاقات التركية المصرية ليس فقط تطبيع العلاقات وتحسينها بل رفع هذه العلاقات أولا لماذا لا يوجد سبب حقيقي للتباعد والتخاصم بين البلدين بل بالأكس هناك أسباب كثيرة للتقارب والتعاون وتطوير العلاقات بالأكس ما ذكر طيفك في القاهرة لا يوجد سبب حقيقي للتباعد التركي المصري إلا سبب واحد مسألة الانقلاب والمسألة جماعة الإخوان أما العراق وسوريا لا أعتقد أن مصر مهتمة بهذه القضايا إن كانت مهتمة فروسيا تحتل جزء كبير من السوريا والأمريكا والولايات المتحدة تحتل جزء الآخر والبكاكا المنظمة الإرهابية تحتل أجزاء أخرى أما تركيا تستطيع خمسة ملايين سوريا عربي وينفق عليهم بمليارات الدولار إذا كانت مصر جاهزة لإستقبال هؤلاء الملايين تركيا جاهزة للإنسحاب من سوريا كذلك الأمر بالنسبة للعراق هناك منظمة إرهابية تركيا تحارب هذه المنظمات الإرهابية الخلافة الوحيد كما قلت تركيا تصف ما حصلت في مصر انقلاب وأردوغان كان يصف سيسي بأنه غير شرعي وما إلى ذلك ووجود جماعة الإخفان وزعماء جماعة الإخفان في التركيا هذا هو الخلاف الحقيقي طبعا لكن يجب تغليب العقل والمصلحة هناك مصالح كبيرة بين البلدين لا يجب تجاوز هذا الخلاف لماذا؟ لأن مصلحة جماعة الإخفان ليست أغلى وأكبر وأكثر من مصلحة التركية المصرية الثنائية ولذلك يجب تجاوز هذا الخلاف عندما تبدأ مباحثات ديبلوماسية أنا أعتقد أن هذه المشكلة فقط يكمل جملة عندما تبدأ المباحثات الحقيقية عندما تبدأ بين الطرفين مباحثات أنا أرى أنه يمكن تجاوز هذه المشكلة يعني يجب ليست فقط النظر إلى هذه المشكلة السياسية بل كذلك هناك قضايا إنسانية وما إلى ذلك مسألة ليبيا هناك تفاهم وتقارب في مسألة ليبيا فقط المشكلة الأخرى الضغطات الإماراتية الضغط أبوظابي ربما على مصر لعدم التقارب مع تركيا ربما هناك بعض المشاكل ولكن يمكن للبلدين أكبر بلدان في المنطقة حل هذه المسائل بسهولة طيب سيد مجد صبحي كما ذكر ضيفي أكتايا المز تحدث عن كل هذه النقاط التي ذكرتها وهو رأى بأنه فعلا لا توجد مشكلة حقيقية فيما يخص الملفات الخارجية سواء كانت في ليبيا أو سوريا أو العراق يعني تحدث وقال عن الدور التركي فيها وتحدث وذكر أيضا دور دول أخرى فيها ألا ترى فعلا بأنه يجب تغليب المصلحة الآن هناك مصلحة اقتصادية تبادل تجاري قد يصب في المصلحة الأولى لكل من مصر وتركيا خصوصا في هذا التوقيت أنا أعتقد في الحقيقة أن ما تم قوله ليس صحيحا على إطلاقه لأن هناك مشكلات حقيقية تتعلق بالأن القوم المصري خاصة في ليبيا خاصة في ليبيا هذا أمر يتصل مباشرة بدولة لها حدود واسعة وكبيرة مع مصر مصر تخشى من هجمات إرهابية عبر هذه المنطقة وبالتالي كما تتصرف تماما تركيا وتحاول تبرير تواجدها في شمال العراق وفي شمال سوريا بأنها تدافع عن نفسها ضد إرهابيين من الأكراد مصر أيضا لديها نفس الحجة في الحقيقة أنها لا يمكن تترك أنها القوم معرضة للخطر في ليبيا ومن هنا جاء مقال الرئيس السيسي من وجود خط أحمر للتجاوز منطقة سيرت الجفرة في ليبيا أيضا لا يمكن القول بأن ما تم بين مصر واليونان هو أمر تكتيكي أو مرحالي هذه مصلحة حقيقية للبلدين تتعلق بترسيم الحدود البحرية طبقا لما يقول بها القانون الدولي للبحار تركيا تعترض على هذا الأمر لأنها لم تصدق أصلا على القانون الدولي والبحار وإذا كانت جادة في سعيها فعليها أن تلجأ للتحكيم الدولي ليحدد الحدود البحرية لتركيا وليس باللجوء إلى عقد معاهدة منفاصلة مع ليبيا تحاول تقسيم المنطقة بما يضر في الحقيقة بمصالح اليونان أساسا وإلى حد ما مصالح مصر وبالتالي هنا أيضا خلاف جوهري حقيقي وليس خلافا مصطنعا ربما يكون الخلاف حول العراق وسوريا أقل أهمية لكنه موجود دعني أتوقف معك سيد مجدي حول ما قاله السيد ياسين أبطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية فيما يخص التدخل التركي في ليبيا قال بأن تواجد تركيا في ليبيا هو لإقامة الإصلاح والسلام وترك ليبيا للليبيين وهذا ليس احتلالا بمعنى أن المخاوف التي يتم الحديث عنها من قبل الكثير من الدول يعني يتم تبديدها الآن من خلال هذه التصريحات هذه مجرد تصريحات تركيا على الأرض تنقل السلاح إلى ليبيا تنقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا هذا أمر يعرفه الجميع يقف ضده الجميع في الحقيقة وبالتالي مجرد تصريحات بأننا هناك للسلام هذا أمر لا يمكن أن يستسيق بصانع قرار في أي بلد في العالم لديها حدود مشتركة مع بلد يتم نقل السلاح إليه بانتظام ويتم نقل مقاتلين من الخارج إليه بانتظام هذا أمر يستدعي الحيطة والحذر الشديد لأنه يمس الأمن القومي مباشرة وبالتالي لا يمكن أن تتعامل مصر مع هذا الأمر لمجرد صدور تصريحات تطمئنها وإلا كنا نستخدم نفس المنطق في سوريا والعراق ونقول لا تخشو شيئا من الأكرار في سوريا والعراق لأنهم لن يشكلوا ضرر الأتراك وأننا سنكون موجودون أو القوة الموجودة على الأرض هناك هي موجودة لسيانات الأمن القومي وبالتالي لا أعتقد أن هذه الحجة تنطلع على أحد إذا لم يتم تدعمها بخطوات واضحة على الأرض تطمئن مصر إلى النار قومي وتطمئنها إلى مصالحها في الشرق المتوسط فيما يتعلق بالخلاف حول ترسيم الحدود البحارية بين مصر واليونان سيد أكتا يلمز يعني برأيك الآن ما هو موقف أنقرة بعد الرد المصري المتحفظ على الدعوة التركية طبعا يعني هنا يعني كنت أتمنى من المصريين أو من صنع القرار في مصر التركيز على مصالح الدولة المصرية والتركيز على مصالح الشعب المصري بدلا من التركيز على مصلحة النظام القائم في مصر تحدث ضيفك الكريم عن المصالح المصرية في المتوسط يا سيدة الكريمة الرؤية التركية توفر لمصر في المتوسط أكبر مساحة مما توفر الرؤية اليونانية رغم ذلك مصر غطت الطرف عن الرؤية التركية وخسرت مساحات كثيرة فقط لأجل الانتقام من أردوغان وتم التخلي عن المصالح المصرية القومية ثانيا تحدث عن ليبيا تركيا تحترم الأمن القومي المصري في ليبيا ولذلك ولكن بنفس الوقت لا تريد أن تحتل مصر ليبيا حاولت مصر فرض الحل العسكري على طرابلوس ولكن دخلت عنقر الخط وأفشلت هذه الخطة وأدخلت التوازن وحققت التوازن في الميدان ولكن بنفس الوقت تحترم المصالح والأمن المصري ولكن أيضا سيد أكتايل فيما يخص الملف الليبي أيضا القاهرة طرحت مبادرة والطرف الآخر حكومة الوفاق رفضت هذه المبادرة أولا القاهرة طرحت هذه المبادرة مبادرة مع الطرف واحد مع هفتر وهو يمثل الطرف غير الشرعي والمتمرض على الحكومة الشرعية يجب جميع الليبيين على طاولة واحدة تركيا تدعم جميع المباحثات الدبلوماسية وكذلك تحترم وتريد أن تلعب قاهرة مصر دورا إيجابيا في جميع الليبيين على الحل الدبلوماسي ولكن محاولة الحل العسكري أو محاولة فرض الطرف على الطرف الآخر الأمر الذي يرفضه تركيا تركيا تحترم يعني يجب الانطلاق من مصالح نعم هناك خلاف بين زعماء البلدين بين الحكومتين ولكن يجب الانطلاق من مصلحة البلدين بدلا من التركيز على مصلحة الأشخاص والسياسيين والنخبة الحاكمة أو النظام القائم الحاكم يجب أدخل مصلحة الدولة المصرية وليست مصلحة الأشخاص سيد مجدي الصبحي هل نستطيع أن نقول بأنه ربما قد نشهد نوع من التقارب فيما يخص التواصل التقني الاستخباراتي أو الرسمي ولكن دون مستوى رئاسة الجمهورية أنا أعتقد أولا عطفا على ما قيل مصر رفضت خطة تركيا لتقسيم أو تحديد الحدود البحرية في البحر المتوسط لأنه لا ينسجم مع قانون الدولي للبحار اتفقنا مع اليونان ينسجم مع هذا القانون وبالتالي إذا ما كانت تركيا مدارة منه عليها أن تلجأ إلى التحكيم الدولي هي مشكلتها أنها لم تصدق على هذا القانون ولا تعترف به وهذا قانون دولي مصر صدقت على الاتفاقية مع اليونان وأرسل الاتفاقية للأمم المتحدة وبالتالي أصبح الأمر أمر مستقر دوليا الأمر الثاني المهم أنه لا يمكن في الحقيقة الحديث عن نقلة في علاقات البلدين كما قلت استنادا إلى مجرد أمنيات طيبة علي أن أضيف إلى ذلك حتى القول بأن هناك مصالح متميزة ما بين النظام والدولة المصرية أمر غريب للغاية لأنه لا يمكن أن تقود حربا دعائية وحربا معلنة ضد نظام الحكم وأن تجبر نفس النظام على جلوس معك للبحث عن مصالح هذا أمر غريب جدا النظام التركي يحكم باعتباره نظاما تركيا ولا تقبل تركيا بأشياء ترى أنها تضر بالنظام الحكم التركي على سبيل المثال ما لجأ إليها الرئيس رجب طي أردغان عقب الانقلاب من تدبير واسع للبنية البشرية التركية بفصل الألاف وسجن الألاف أمر يستند إلى خطر وقوع انقلاب ضد النظام وبالتالي الدفاع النظام عن نفسه أمر مشروع أعتقد في كافة دول العالم أشكركم جزيلا شكر ضيفاي الكريمان مجدي صبحي مستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة شكرا لك وأيضا أشكر ضيفي من اسطنبول المحلل السياسي أكتايا المص اشتركوا في القناة